اهلا بكم لا شك ان القلب والتوتر بلعب دور كبير جدا في قلب الظهر اه حقيقة دي علم لكن طبعا القلب والتوتر مش هما الاسباب المباشرة دول عوامل تزود القلب تزود المشكلة لكن اسباب المباشرة يعني هنا لما قالوا انه قلب الظهر ممكن جدا تنتج او يحصل فيها اجريفاشن او زيادة نتيجة القلب والتوتر حيث ان هذا القلب والتوتر تؤدي الى سلسلة من التفاعلات الكيميائية في الجسم ممكن تؤثر بشكل ما على العضلات على المفاصل على الاوطار اوكي حلو او الكلام لكن مش هو ده الكارسة القلب والتوتر مش هو الكارسة الكارسة فانك انت تسيء استخدام ظهرك دول عوامل مساعدة دول اجريفاتينج فاكتور دول القشة التي تزيد قلم ظهر البعير لكن قلم ظهر البعير يا جماعة بيبوز بحاجات كتيرة تانية بيبوز نتيجة ان انت بتشيل غلط بيبوز نتيجة ان انت بتقعد غلط بيبوز نتيجة ان انت بتدخل الجيم وتتعفرت على نفسك وتعمل فيها سبع البرومبة زي ما بيقولوا وتروح جاي شايل حاجة مش مناسبة ليك بيزيد ان ست البيت بتشيل حاجات البيت كلها بطريقة غلط تشيل الفتيل لقد المرزاب بقى عشان اخوها هيجي الزورها في العيد ولا هيجي الزورها في مناسبة فتقولك اما غير مكانه عشان يبشك له قشك شيل يا باشك دب بظهر طق حضرتك قبل فرحك بتتعافى قدام الناس وبتاعه يوم الفرح فبتتعافى وتروح جاي شايل عروسك التي تزل من الاوزان ما شاء الله وكان فتروح حضرتك جايلك طق في ظهرك يوم فرحك هذا امر في منتقى الغطور النهاردة حيوهر مصير للغاية زي ما نقولتكم التوتر يقول لا لا عامل لكن السبب اللي احنا قلناه ده كتير قوي واكتر منه ضيفي العزيز الجراح الكبير والقيمة الألمية الكبيرة والشارح الرائع جدا باستمتع جدا مشارحه النهاردة نستمتع بوجبة علمية زي ما بيقولوا جراحية على ارقم السوى وفي نفس الوقت على اجمل طرح وبابدع طريقة شرحية ضيفي العزيز أستاذ الأسزة وأستاذنا الأستاذ دكتور محمد صديقي إزاي يميز إن هذا الألم ليس ألم حضراتك ألم بدأ يسمح في إيديك ومعاه تنميله معاه خدلان إلحق ده غضروف أكتر من 80% من غضروف لأبتك حصل فيها تلم وتيجي تقول لأسليسة حصلا مهاردة القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف الحال في ناس تبدأ شكوتهم القولة إن بيجي لهم رعشق رجلهم الدولة بتأدن العلم بتأدن العلم بيحطي لحلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها ثمن ضعر ما بيغفرش اللي هتعمله في ضعرف وانت صغير هتتفع ثمن وانت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما بتحصلش معجزات ده علم بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضروف فأولها بتيجي بالعليل الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرية وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية ضيف العزيز الجراح القدير والاسم الكبير أستاذ الدكتور محمد صديق هويدي بنورنا فن أهلا محمد صديق أنا انفعلت وانا بس مقدمة جميلة الحقيقة مشاكلنا في العمود الفقر الحقيقة انت استحق الكلام ده كتير جدا أنا عايز أتكلم على الألم في الرقبة والكتفين بالذات هبدأ الحوار طمع ليه بقى هبدأ بالألم؟ لأنه أنا بتهقلي أنه ده أكتر أو من أكتر الأشياء اللي بتوجد في المراكز الطبية المتخصصة في علاج العمود الفقري لا ده حقيقة حقيقة لأن هي مشكلتنا أن احنا مش فاهمين العمود الفقري أنه هو مش قوي قوي يعني العمود الفقر ضعيف يعني العمود الفقر بتاعنا ضعيف وإذا أسيء الاستخدام بتاعه فبيؤدي بالتراكم كده إلى مشاكل كتير جدا الحقيقة رحلتنا مع العمود الفقر بتبدأ من واحدة صغيرين من أيام الطفل اللي هو اللي بيشيل شيلة تقيلة جدا وشنطة وزنها 15 كيلو على ظهره وبيجري فيها أو اللي بيمرس رياضة زي محرك قلت بشكل مش طبيعي أو اللي بيشتغل وبيشيل أحمال كتير جدا والأحمال دي تساعات بتبقى يعني بتعمل أوفرلود على العمود الفقر صفاءن فالرقب وفضاء يضاف إلى ذلك بقى الجديد بقى القعدة الغلط في المذاكرة القعدة قاعد تاني نفسي على المكتب ورقبتي مش مضبوطة التوطية بشكل خاطئ الشيل بشكل خاطئ مورست رياضة بشكل خاطئ الوقوع أو السقوط أو الخبطات ركوب الموتسيكلات ركوب العربيات الحاجات دي كلها بقت لها كاتجر كبير جدا وحظ كبير جدا في أسباب مشاكل العمود الفقر وتترجز القصة على المنطقة العنقية يعني المنطقة العنقية دي هي اللي شايلة الناس فهمة أن الرقبة مش بتشيل كتير من جسمنا احنا فهمنا غلط الرقبة صحيح رفياعة وكده مش زي الوسطة أو مش زي الده ولكن هي عاملة زي انت عارف حركة الشمعة رقبة الشمعة الرفياعة دي هي اللي شايلة الشمعة بالبلط اللي عليها بالهدوم اللي راجبها فيها يعني هي دي الوسطة دي إذا كان فيها ضعف هيحصل خلل في الباقي كله إذا كان في مشكلة في الرعب سواء في الفقرات أو في الغضريف أو في الأربطة أو في العضلات المحيطة بتحصل المشكلة وتحصل المشكلة في الفقرات العنقية لما نيجي نفهم تركيب العمود الفقري في الفقرات العنقية هو حاجة إبداعية جدا ربنا خلق العمود الفقري يتحرك في كل التجاهة بالنسبة للرقبة بالذات يعني الضهر ما عمدوشها زي الخاصية لكن الرقبة موجودة أقدر ألف شمال يمين فوق وتحت والوارا والقدام يعني كل التجاهات بتاعك اللي موجود في الفقرات العنقية هي فقرات اللي هي العضل يفصل ما بينها الغضريف ويفصل الغضريف دي في المسافات ما بين الفقرات حاجة اسمها العصاب دي المسارات اللي بتمش فيها العصب اللي هو لونه أصفر عام زي سلك الكهرباء اللونه أصفر العصب ده لازم يبقى مستخبي ولازم يبقى محمي ولازم أحد شي يجنبه الحقيقة يعني التلات حاجة ده لازم يبقى موجودين جوه العصب بتاعك العصب يبقى مستخبي جوه القناة العصبية ربنا خلق القناة العصبية هنا فيها حفرة أو دايرة في النص كده زي اللي استوانة لازم يمشي فيها محمي بالعضم من كل جهة فيه أغشية اللي بنشوفها عليه من بردين عشان تحمي الحبل الشوكي وتحمي العصب الخارج ده العصب مش بيبقى حاجة واحدة العصب هو مجموعة من الألياف حسية وحركية فيه الجزء الحسي اللي بيقى قريب جدا من الغضروف الجزء الحركي اللي هو أبعد شوية من الغضروف وده بياخدنا نقطة الإحساس بالألم هو الألم اللي بيجي الأول ولا الضعف اللي بيجي الأول من الألم بيجي الأول علشان إيه؟ العصب خلاص ده أقرب جزء من الغضروف هو العصب الحسي فالألارم بتاعنا واللي أنا بسميه رحمة ربنا لنا هو الإحساس بالألم بيقى في ناس همها وشغلها الشاغل إن أنا أخلص من الألم والحياة هذه هي النظرة القصيرة والقاصرة جدا في علاج مشكلة في الفقرات العنقية أو القطنية الألم عرض وليس المرض المرض إننا في حاجة هي اللي جابت الألم الألم ده ربنا خلقه جوانا ودي من أكبر النعم لأنها لو فقدنا هذا الإحساس بالألم الحاجة بندخل في مصائب يعني تعرف لما واحد لقد لا بيجي له إصابة في الحبل الشاكوية فقد الإحساس تبدأ يظهر عليه قرح جلطات لحد العظم ما بيظهر من جسمه هو مش حاسس لأنه هو فقد الإحساس بالألم فبالتالي قصتنا مع الألم ديت مهمة جدا هو المدخل بتاعنا طيب أنا بحس بالألم الألم ده بيبقى على شكل إيه الألم ساعات يبقى واجع في العضلات ساعات بيبقى واجع في الكتفين والرقبة ساعات بيبقى في إلت الحركة ما قدرش رقبتي بيحصل فيها تيبس ما قدرش أخذ رقبتي يمين أو شمال ساعات إيد واحدة ما بقدرش حراكة ما بقدرش أرفعها كل ديت أعراض نتيجة للألم اللي هو الرهيب جدا لبيه ساعات بيبقى فيه إحساس بالخدر أو التنميل في إيدية التنميل ممكن ياخد جزء معين لأن أنا عندي مجموعة بتسمى الضفيرة العصبية خارجة من الفقرات العنقية كل عصب منها بيغز مجموعة من العضلات ومجزء من الجلد بتاعنا من الخارج فعلى حسب الغضروف والفقرة المصابة هيباني العرض بتاع لي يعني فيه ناس يبقى شكري تقول لك أنا الجزء الداخلي ده ما بحسش به ويمسكها كده يقول لك الصابع ده ونص الصابع ده فواحد يقول لك لا ده الثلاث صابع اللي جنبين فواحد يقول لك ده كافة الإيد من هنا حد يقول لك ده من وراء حد يقول من الكتف وهكذا يبقى إذن الألم بتاعنا هو البوابة بتاعيتنا علشان تشخيص ونبدأ نفتح الباب عشان نعرف إيه المشكلة لكن مش الهدف بتاعي إن أنا أدي مسكن عشان أضيع الألم لأن فيه ناس يبقى هدفها بس إيه ما فيش حقنا تضيع الوجع أه ممكن ده مؤقتة نعمله لك بحيث إن إحنا لحد ما نوصل للتشخيص المناسب لكن لما ونوصل للتشخيص يبقى لابد من أخذ خطوات لعلاج المشكلة عزيم عايزة روح ليه الألم في المنطقة دي بسبب رعب عند الناس ولا ده مش حقيقي لا ده حقيقي جدا حقيقي جدا لأنه هو الناس برضو شايفة يعني برغم إن فيه ناس كتير جدا بتحاول تتجاهل الرؤية بتاع الموضوع يعني أنا لما يبقى عندي مشكلة جات في فرقابتي بكتافي سبتها وأهملتها الألم بقى مرعب ممكن معرفش أنام منه معرفش هيكل ممكن أوصل لمرحلة إن أنا المعلقة ما قدرش أحطها بققي السكينة في المطبخ وياما بيجينا أصابات ست قطعت إيديها ليه مش قادر تتحكم قبضت إيديها ضعفت مش قادر تتحكم في السكين أو مش حاسة القضية دي بتزيد شوية شوية طب وصلت لفين ده أنا بتكعبل وأنا ماشي ده أنا رجلاي بتترعش مني ده أنا مش قادر أدخل الحمام ده أنا البول بيسيب مني ده أنا الإخراج ما قادش بتحكم فيه بعد شوية ده أنا نار أيدا في جسمي كل في دماغي صداع دوخة دوار نسيان زغلالة كل ده مرتبط بالرقبة آه كل ده مرتبط بالرقبة تؤدي في الآخر إيه له أنا عندي مشكلة وأهملتها سبتها غضريف قدت إلى ضغط على الحبل الشوكي قدت إلى ضمور في الحبل الشوكي طب دمور في الحبل الشوكي ده هيوصلني الفين يعني شوف حركة آه دي دي نمازجة ده حد كان بيشتكي من ألم في كتفه يقول لك أنا كتفي بيتقطع بيتمزق أنا عايز شوف إيه القسم أقنعنا نعمل أشياء عرانين مغماطيس تطلع الأشياء هنا عندنا غضروف ما بين الفقر الخمسة والستة الغضروف حاج مضخم جدا والغضروف ما بين الفقر الخمسة والستة رجع الورى وضغط على الحبل الشوكي عمل ضغط على الحبل الشوكي شكوة المريض بتاعنا وجع تلميل خدلان ضعف في إيديه هنا بدأنا ندخل في مرحلة الضعف في الإيد وقبضة الإيد ومش قادر يتحرك به البداية بتبقى غضروف والغضروف بيكبر شوية بشوية وأنا بهمله لحد ما يوصل لكده الغضروف ده وصل لمرحلة أنه عمل انسداد وانغلاق للقناة العصبية الغضروف لما بينفجر مش هيلاقله حتة يدخل عليها إلا المنطقة بتاعة الحبل الشوكي لأن كل المنطقة المحيطة حواليها عضم مش عارف يخترقه فأضعف مكان هي المنطقة اللي حواليها الحبل الشوكي يبدأ يضغط على الحبل الشوكي الغضروف بقى غضروفين طب احنا سايبين ومستحملين طب المريض ده بقى عنده غضروفين كبار جدا والتنين منفجرين وضغطين على الحبل الشوكي المشكلة الرعيب جدا الحبل الشوكي مفروض هو اللي لونه جري ورمادي ماشي جوه النص هتلاقي الجزء بتاع الحبل الشوكي ده قصد الغضروف بتاع الرابع والخمسة ده اختفى تماما بدأ يحصل هنا حاجة بنسمعها دمور كله الدمور يعني الحبل الشوكي يا جماعة عامل زي النهر اللي ماشي أبيض في النص وراء العظم خال بقى انت قعد بتسرق من الجنب بتاعه لحد ما خليت النهر ده العريض الجميل ده الى قناة صغيرة جدا دايقة جدا ده بيكون على حساب مين يعني ده بيكبر على حساب ايه على حساب الحبل الشوكي طيب انا يعني بتقلم وبتوجع وكنت مستحمل ربست رقبة روحت عملت علاج طبيعي ها وارجع بعد كده انا عندي مشاكل طب ده غضروف عنده الرابعة والخمسة الخمسة والستة الستة والسا بقى ثلاث غضريف هو فيه حد بيزبر على نفسه لحد ثلاث غضريف اه فيه ها عندي عندي الناس لحد خمس غضريف في الرابعة بنشوفها والقضية بتاعتنا ان احنا لما بنيجي ندور على العلاج بقى بتبقى ساعتها بيبقى نفسنا نرجع ده حده الرابعة بقى فيه خمس فقرات كلهم قفلين على بعض وضغطين على بعض وعمل الضيغ في القناة العصبية وبدأ يحصل دمور في الحبل الشوكي بقى قضيتنا هنا ايه ان انا بس نفسي اعرف ادخل الحمام نفسي قدر امسك حاجة نمسك اشرب كبات الميا واخد برحة ركتك رائمة الموضوع بيبقى صعب جدا ومؤسر جدا وساعات يبقى عاطفي جدا يعني انت بتوقع متعاطف معا جدا ده يعني هو وصل لمرحلة او ست وصلت مرحلة لا عارفة تخدم نفسها ولا بتخدم بيتها ولا عارفة تعيش اصلا بيبقى ساعات ممكن نتقبل المرض لكن القلم صعب يعني ما تقدرش تعيش بالقلم وبعدين القلم في المنطقة العنقية الحياة قلم رائب ده بيقولك ده بحس بصاروخ نار بيجي في رقابتي او في ادية بتنميل بخدلان ده انا مش عارف انام مش عارف اتحرك في المقدمة تاعة تحرك كنت بتقول ان احنا ساعات الالم ده بيعمل او بيجيب اكتئاب هو حقيقي بيجيب اكتئاب يعني ده في جزء خاص في العلاجات بتاعتنا لما بنيجي نعالج الالم مضادات الاكتئاب وجزء اساسي والعين يدخل في دايرة مفردة بيدخل في دايرة من الدبريش لانا ساعات بيبع عنده اقتناع بقى واختناع خاطئ الحقيقة اصله هو ده راح لمين قبل كده الاول بدأ يجرب الدرج اللي في البيت الصيدلية ديته يعاب مسكنات منها جرب الصيدلية اللي في الشارع عنده جرب دهنات جرب المجبرات يجرب الناس تقرر عابته تشدر عابته تقدم شوية راح للعلاج الطبيعي ومحسش بفرق هو القصة كلها ما وصلش لتشخيص عشان يبدأ العلاج المزبوط ولما بيوصل للدكتور بيبقى هو منهج ومستهلك فبيبقى اصلا هو مش طيق نفسه بقى يعني هو جاي وعايزك تكتب له الوصفة السحرية اللي هتحل هذه المشكلة وده مش حقيقي يعني مش حقيقي لان احنا انت بفي ايدكش سحر ده في ايدك علم انا بشوف هنا فيه غضروف ضغط على العصب وعمل بدأ يعمل ضمور او غضروف او اتنين او تلاتة يبقى انا بفكر اشيل المصدر مش الناد المساكن لان حتى لو كتبتلك المساكن مش هيجيب نتيجة يعني اصلا الناس فهمة ان المساكن في اي وقت اخده هيسكنني طب الناس اللي بتوصل لانها بتاخد ترامدول ومخدر وصلوا ليه لكذا لو المساكن هيجيب نتيجة ده وصل للإدمان ليه ووصل للاكتئاب ليه وفي ناس من القلم هو الحاجة ده مش موجودة عندنا في مصر بس برا في ناس من القلم ممكن يصل الانتحار من الوجع لانه مش لاقي هم عندهم برا الحاجة لانه ما فيش وزع الديني فهمة ممكن احنا الفرمالة الوحيدة لده ان احنا عارفين ان ده حرام بس لو كان مش باين انه حرام سدقني كان فيه ناس تير جدا تدخل في هذه السكة وربنا عافية الالم بتاع الرقابة خلص بقى احنا عارفنا ده جرس انذار تعال نروح للدكتور بقى الدكتور لما بيشوف بيشخص التشخيص الاكلينيكي بتاعه الاول فحص المريض الاول نشوف الاستجابة العصبية بتاعت الاطراف ساعات بيبقى مريض جايشة كنته غريبة جدا يعني مثلا اقول لك الرجلية من تحت بس هي اللي فيه مشكلة البول بيسبقني شوي نكشف نقول لك تعالى ندور في الرقابة هو مش عارف عمره مش تاكب من الرقابة وبعدين هو ما فيش علاقة بين مشاكل الفقرات العنقية والقلم اللي في الرقابة لانه ممكن يبقى عندي غضريف في الرقابة او خشونة في الرقابة بتحرك وهو ده من الحاجات اللي بتخليه جيلي متأخر طيب الرقابة بتتحرك يبقى انا اروح لدكتور ليه انا مستني بقى لحد اللحظة ان انا ادية تقف رعابتي تقف لا قدر لا ادخل في ضعف او شلل بس عاية هبدور على الدكتور يحل المشكلة هو ده سؤالي هل يمكن ان يؤدي الانسلاخ الخضروف الى شلل نصي بيؤدي ده ممكن يؤدي الى شر الرباعه دكتور عيني يعني عارف رباعه بقى عن ايه ايدين ورجلين ايه طبعا وعدم اخراج وعدم تحكم في البول ويعيش بأسطرة ممكن يؤدي الى ذلك يؤدي الى ذلك وبكسر الحقيقة بقى يعني العلم ما بيقافش عند الكلام ده العلم ما بيقافش عند لحظة ان انت غلبان طب تعالى نزعل علشانك ونسيبك ما ينفعش عملونا ايه عملونا ده انا لو عندي غضروف لازم اشيل غضروف كنا الاول نشيل غضروف في بعض الاماكن والمراكز اللي مفاشل اجهزة الحديثة بتعمل كده ياخدوا العظمة دي ويبدأ يركبها يركبها هنا ما بين الفقرات وبعضها تركب العظمة على امل ان الفقرات دي تلحم لا دلوقتي بقى فيه حاجة تانية ده انا باخد شوف دي كل دي مقاسات مقاسات لحجم الغضروف ان انا ممكن انقق غضروف من وسط اكتر من 40 مقاس اللي هو يتناسب معايا مش بحط اي غضروف خلاص ده انا عايز الغضروف اللي يبقى فيتنج معايا جدا وطلعوا من العلبة بتاعته واركبوا الغضروف ده النهاردة بسميه غضروف بديل ودي من انجح العملات النهاردة فيه جراحات العمود الفقري في الرعبة بالزيد كله في وقت من الاوقات الغضروف نجيبه بما ان بنركب تركيبة كده سعب بتبقى ضعيفة لاتطر الحط شريحة دي بعض الاحيان بنحتاجها لكن في بعض الانواع زي ده كده بيبقى اصلا التركيب بتاعه ديناميكي جدا بحيث ان يسمح للفقرة انها تتحرك طبيعي جدا بدون ان هو ما يخرج او هنزله احنا مش بنكتفل ان احنا نحط حاجة ده احنا بناخد عظم من العظم بتاع المريض نفسه اللي هو طالع من جزء من الفقرات اللي هي زواد العظمية بتاعته ونملى بيه القفص الغضروفي ده اللي احنا شوفناها الحطة الاخيرة دي يساعد على السبات بقى يساعد على التقام العملية بشكل جيد جدا لا اشي يتحرك اي يتحرك يشتغل ويشيل اه عندنا الناس عملهم العملية بيلعبوا كرة اه وكرة بالهد وبتاعه بيخبط بيلعبوا اسقال بيرفعوا حاجات تقيلة جدا او بيشتغلوا شغل العادي بمكتابي بتاعه لان تعرف حالك اكتر الناس اللي بيجي لهم الغضروفي العنقية الناس اللي عملها مكتبية بتوتى كتير يعني القضاء المحامين المحاسبين البنوك بتاع البنوك دول طول اليوم اه هم امراض البنوك دايما رأب وضحك والمعلمين والمدرسين المدرسين بقى والكتاب والكل كتير من وبرضه كتير من الاعلاميين هنلاقي الفترة الجاية هتلاقي اعلاميين كتير بيقولك اه مال اهل قاعدة وخصوصا هيجي لك بنات لانهم بيعلموهم قاعدة معينة فيها سبات شديد جدا لا فردة صعب جدا اه فردة بازم تبقى قاعدة فردة اه حاولوا الوهالي قلت لهم لا انسوا اه لازم نحترم جدا لان احنا عندنا النهاردة اه لازم نحل المشكلة اذا كانت موجودة وما ينفعش نسيبها وما ينفعش نتأخر عنها لان هو انا خوفي دايما في الحبل الشوكي هي ضمور الحبل الشوكي او قصابة الحبل الشوكي كتير جدا من المرضى يجينا ومعايا اشعة نبص عليها على الاشعة تلاقي بدأت تظهر بقعة بيضة في الحبل الشوكي البقعة البيضة اللي في الحبل الشوكي دي تهي عبارة عن بداية الضمور في الحبل الشوكي هو جزء خلاص انفاركت انفاركت انما عادش بيوصلوا دم لما بيوصلوش دم دي خلايا هتموت وهتتحلل طيب لما تموت وتتحلل إلا هيحل بدلها ما عنديش حاجة تحل بدل ناخد برحركة علشان كده انا بقول دايما مش لازم نوصل لده ممكن يبقى عند غضروف اتنين تلاتة اربعة اه اعملهم ويتغيروا زي ما شفنا كده وفي انواع تانية من العمليات على درجة اعلى كمان في التقنية وفي التكنولوجي لان احنا النهاردة عملياتنا في الرقبة ما عدناش بنعملها جراحة عادية عملية الرقبة بتتعامل جراحة بالمناظير جراحات بالليزر جلاحات بالمكسكوب الجراحي استبدال فقرات استبدال غضروف نقدر نعمل هذا الكلام كله وفيه ناس بقى اللي هما بيجون بقى متأخر دكتور عين يعني بيبقى حد كبير في السن عنده خمس ست غضروف وضيغ في القناة العصبية وغضروف امامية وضغط خلفية وما يستحملش عملية كبيرة ده ممكن نعمله حاجة بنسمع توسيع القناة العصبية من الخلف طب بنعملها ليه عملية توسيع القناة العصبية من الخلف علشان نحمل حبل الشوك هنا عمليات من دوم للعمليات احنا طبعا دخلتنا دايما بتبقى جرح بتاعنا بسيط جدا من الرقبة من نصف سنتي الواحد سنتي بندخل اللي قدامنا الاصفر ده هو ده الحبل الشوك وده اللي يخوف قوي الحقيقة فبندخل لازم الغضروف احنا بنشوف الغضروف هاو نبدأ نشيل الغضروف اتشل الغضروف يرجع الحبل الشوكي المكانه الطبيعي نبدأ بقى خلاص اصلا ربنا خلق الغضروف ده له اهمية وله لازمة ما ينفعش نشيل الغضروف في ناس كان بتعمل كده وده فشل على يعني كم بيحصل في العالم حصل التجربة دي لو انا عنده غضروف واحد اشيله خلاص واسيب الدنيا هتلحم ما لحمتش وده قدت الى نتائج كتير جد شن الغضروف لازم اركب حاجة بديلة بقى ده من ضمن التركيبات البديلة لما يبقى فيه عدم سباته الفقرة نشيل العظم الزيادة ده ونبدأ نركب حاجة زي السيلندر اللي احنا شفنا ده او غضروف بديل او قفز غضروف ونقوم جايين مركبين فوقيه شريحة تبقى شريحة مايكرو صغيرة جدا لا تعيق الحرقة الحقيقة والشريح دي اتطورت طب انا لو عندي فقرتين الشريحة صغيرة طب لو عندي خمس فقرات بقت الشريحة كبيرة يبقى هنا فقطت المرونة بتاعت الايه الفقرات لاني سبتتها اه في الناس انتعتقد انما تعملش العملية او خايفة تكتب من العملية ويقولك مش عرف حركة رائبتي بالضبط عملولهم ايه بقى ما يتو سمى الشريحة الزكية او الغضروف المتعددة الحركية يعني ممكن احنا في نفس الوقت ندخل ونشيل الكلام ده كله ونركب اكتر من الغضروف المتحرك وتبقى الفقرات بحالتها الجيدة جدا في الحركة والمقدرة دي نوع من الشريحة اللي بنسمعها شريحة الزكية هي شريحة فكرتها بسطة جدا هي بدل ما تبقى جزء واحد بقى ثلاث اجزاء او خمس اجزاء هي زكائها في الحركة هي زكائها في الحركة يعني هي بدلت تدين رينج يعني مثلا انا نفترض ان طولها مثلا ثلاثة سنتي لو ضغطتها تبقى ثلاثة سنتي فهتعمل زي السوست دي تديني الليوني لما نشوفها هنا ركبة في الرئبة الحقيقة بيقى منظر بديع جدا يعني يعني والتقدم ده رائع هي خاصة بالرئبة برضو لي في ناس كثيرة جدا بتفكر ان ديت تنفع في الضهر لا هي ما بتنفعش في الضهر هي ديت مخصوصة لان ديت مايكرو منفع مخصوصة للرئبة مايكرو يعني صغيرة مايكرو صغيرة بالزبط وكل الديناميكس بتاعتها مش عشان تشيل وزن هي عشان تثبت وتسمح بالحرك بتتركب في نقطة اتصال بجسم الفقرة والمسافات اللي هي بتاعة الغضروف نفسها بنبقى سايبينها ومدبر حرك طيب احنا عايزين نتني رقابتنا تتني تنزل عامل زي السوستر بتاعة العربية زي المساعدين بتاعة العربية طب بتفرد انا برجع رقابتي الورا بتاخدني الى ورق تاني تماما وتديني نفس المساحة والرينجوب موفمينت بتاعتي تمام جدا بنستخدمها دي اكتر دلوقتي في الاصابات بتاعة العمود الفقر يعني مثلا اصابات الخطة الكاسر الشرخ الزحزحة الفقرية اقدر اعمل ده لكن احنا بنفضل دايما لما بيبقى الموضوع مجرد غضريف حتى معها زوايض عظمية وتكلسات غضروفية نقدر نعمل ده بالمناظر وركب غضريف البديل الغضريف البديل الحقيقة يعني الكل المراجع العلمية النهار ده هي اللي بتتكلم على ده هو ده بلاش شرايح بلاش مصامير بلاش تثبيتات بلاش استبدال صنعوا الغضروف ده ده غضروف ده اللوعه اوه متحرك وجميل زي اللعبة كده غضروف هو بيحاول يحاكي الطبيعة يركب الغضروف خلاص دخلنا بالمنظرة هون وصلنا عند جسم الفقرة نشيل الغضروف الاصل اللي كان تالف من جوه نقوم مركبين ده تركيب ده تركيب دقيق جدا باجهزة وبنقيس مسافات وابعاد عمق وعرض واتساع ونشوف ده الغضروف ده مكوم من اجزاء يعني ده غضروف بنسميه غضروف حركي او البروداسك البروداسك ده ده غضروف متحرك حديث جدا وينفع في وجود غضروف واحد او غضروفين يعني لو انا عندي 4-5 غضروف ده ما بننصحش به لان ده بيقى ضعيف طيب المادة بتاعته مادة اسمها تايتينيوم بس اتعمل متغطة بمادة يعني هم بيستخدموا فيها حاجة اسمها نانا تكنوليج دلوقتي المادة المغطية والمبطنة لهذا الغضروف قابلة الالتساق بالعضم الطبيعي بقى ممكن يلحم معاه على عكس اي معدن المعدن الطبيعي العضم يكسى عليه لكن ما يلحمش معاه ده بدأ يلزق معاه يعني معمول بتكنوليجو معاه بحيث انها تمسك فيه تيجي تخرجه بعد كده صعب جدا كل دي تلالات بتاعت التكنيك ان انا ازاي اركبه وزاي ازبطه في المكان بتاعه مظبوط جدا طبعا كل اللي احنا بنعمله بيبقى تحت رؤية ما نقدرش نعمل ده عمياني كده ده انا بشوف بالمنزار بتاعي وعلى شاشة كبيرة جدا ده دور المنزار بقى اه وفي نفس الوقت انا بصور بامج يعني انا على جهاز اشعة لان المنزار بيديني الرؤية الامامية لكن ما يدينيش العمق علشان اجيب العمق وخاصة انا احنا نشتغل بحاجات دقيقة جدا وقريبة من حاجة ادق اللي هي الحبل الشوكي لازم ابقى عارف اخري بدخل لحد فين دايما بيبقى معايا جهاز ايميج يصور وانا جوه العملية انا وصلت يا دوبك قبل ما اوصل اتنين ملي من العصب او الحبل الشوكي لازم اقف وانحنا جوه العملية عشان نأمن العيانة دكتور ايمان بيبقى عندنا كمية من السلوك والوصلات عامل زي بتاع ترسم القلب كده بس على العضلات نفسها بحيث ان انا لو انا قربت ان انا قلمس عصب يديني الارم يقول لي ايه الحق الكلام ده لو مش موجود ممكن بطريق الخطأ يدخل على العصب يفرم العصب ويطلع وهو ما حسش بحاجة وده كان بيحصل في العملية وده كان بيحصل وما زال لحد النهاردة في مشاكل لما الاجهزة دي متوقعش موجودة يعني عشان كده العلم ما بيسبش مجال للخطأ النهاردة الاخطاء البشرية يعني بيحاول يقللها جدا لكن طبعا تبقى القصة بقى طب انا هعمل ايه بعد العملية يا دكتور او انا اخبار ايه بعد العملية هتحسن بالنسبة قدية السؤال ده اجابته عند حضرتك انه احنا بقالنا قدية تعبنين سيبنا نفسنا كم سنة من فضلك هتتحسن ان شاء الله وتبقى احسن بكتير جدا من اللحظة اللي احنا بدأنا فيها مشوارنا مع العملية مش عايزين نبص بعيد شواء يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه يرجع زي ما كان من 20 سنة فات ولا معلش هنتحسن تدرجيا لكن الموضوع بيحتاج وقت ممكن نوصل لست شهور ممكن نوصل لسنة او اكتر لان دايما بنقول القاعدة الطبية في اي مرض او اي اصابة مدة الشفاء هي المدة بتاعت المرض طيب هو احنا لما نسيب نفسنا سنين ونوصل لمرحلة ان احنا ما بقتش بس مجرد غضروف ده انا الفقرات تأكلت معايا ده انا العصب حصل فيه ضمور معايا تقنيات الحديثة هتحلل جزء من الموضوع لكن فيه جزء تاني العصب بتاعك اللي انت حضرتك سبته كتير جدا يعاني هو لازم يقوم بدوره برضو معايا يعني لازم يبدأ يحصل ما يسمى الريجينريشن او اعادة تأهيل العصب او اعادة تكوين العصب من جديد لان احنا عندنا العصب الطرفية ممكن تجدد بس دايما انت عارف دكتور عامل العصب الطرفي ده بيتجدد بسرعة قدية احنا دايما بنحسب مساحة يعني لو لعندي العصب اللي بيغزي السبعين دولة هو اللي متأثر من هنا من الرعب المسافة دي مثلا تعملها ستين سنتي او سبعين سنتي المسافة ديت عشان احسب العصب يوصل لهنا امتى بحسب بداية العصب واول وصوله للعضلة السنتي الواحد ياخد اربعين يوم السنتي الواحد ياخد اكتر من شهر طب لو انا عندي اربعين سنتي اضرب انا محتاجة اربعين شهر اه اربعين شهر دول خمس سنين عشان يرجع تاني عشان يرجع اه اصل القضايا مش بتاعت انا مش عارف غير العصب انا بشيل الضغط اللي عليه وعندنا وسائل متعددة جدا يعني فيه شوف الشريح اشكال والوان واحجام والكبير والصغير والحركة وديه الحركة اه بتتحرك وبتمشي يعني الطب بيحاول يقدم الحلول بس بنقول دايما كل ما تبقى حلولنا بدري اه والغدريف ممكن تتعالج من غير عمليات احنا دخلنا في العمليات اه لان الحالات المعقدة هي دي فيه غدريف فيه غدريف بتتعالج تمانين في الماء من الغدريف بتتعالج اه من غير عمليات من غير عملية بس تتعالي امتى بدري بدري ناس كثيرة جدا وتسمع التعليمات ناس كثيرة جدا بتحفظ الجملة دي قولك انت حاليا مش بتقول او الدكاتر بيقولوا ان الغدريف بتتتعالج من غير عمليات بس اكمل الجملة احنا لازم نروح بدري للطبيب المعالج عشان الحق فرصتي في طبور الشفاء واسمع الكلام المطلوب مني ده المطلوب يعني لا وانا مطلوب لتدخل مني من انفيزف اسمع وانفز هزيح حقيقة اه مثلا يبقى انا دخلت بمنزار دخلت في يوم وروحت الموضوع ما بتكبرش لان كل ما بننتظر اكتر الحل جاي جاي والتدخل وارد وارد هيحصل والله يا فنم الحكاية دي سبابها الاساسي برضو انه ناس كتير بتنقل خبرات غير حققية يعني فكرة بقى ودي برضو عايزين نختم بيها يعني اللي هو لا ما تروحش اصلا سمعت الاعلام الساعات يروح جاي وخبط ويخبط في فرع من الطب تلاقي الطب كله تأثر يعني مثلا ممكن قوي يخبطه في التخدير فتلاقي مسألة اصرت عليك يعني بصلا عيان دخلك يتكلمك في التخدير طب يا سيدي انا وحنا بنتكلم في الموقف والله والتخدير تمهو ناس رائعة برضو اصلا مشكلة صغيرة مع المستشفى انه مثلا في مريض ما دخلشه عمل ومشكلة في الفيسبوك كده لان الحقيقة الفيسبوك ده ضلال كل الحقيقة 90% واكتر من 90% ما فيش فيه اي وجه بالحقيقة الحقيقة وبنعنيها يعني يعني بجد الحقيقة يعني يعني واحد يبعت اشعة وعايزك تعالجه وتديله مش عارف ايه على الاشعة يا فندم احنا مش بنعالج اشعة لا ده دي عندنا احنا عندنا موقع على الفيسبوك بنستقبل الاسئلة بيجو ناس عايزين بقى ايه رشدتات لا احنا ثقافة ده موقع ثقافي موقع ثقافي وبعدين انا بعرفك ايه اللي موجود وزي تحله مش بقولك تعال حلولك تحله عندي او عندي غيري بس احنا عايزين نرفع من مستوانة الفكري لم يبقى انا عندي غضروف خطني في ظهري او غضروف فرقابتي او تمزق في عضلة او كسر الفقرة اتعامل معاه ازاي دي النصائح العامة لكن مقدرش كل حالة بتختلف بناء على الفحص بتاعي لان زي ما شفنا حالات عندها اربع غضروف فرقابتها وحصل ضمور في الحبل الشوكي الاشياء عم بينا ضمور في الحبل الشوكي ومبينا ان فيه اربع غضروف وفقدنا الحركة اجيه بص بقى في الفحص لتقي العضلات حصل ضمور العضلات بيحصلها فيبرليشن كده دكتور عيم انت عارب خلاص بقى حصلها اترفي طب ده لو عملتله عملية هينفع له العملية لا مش هستفيد مش هستفيد ساعتها اقول له لأ احنا وصلنا لمرحلة ان ما عادش ينفع عملية اول كلمة هيقولها لك شوف الدكتور ما بيعرفش الدكتور ده فاشل ما بيعرفش يعالج العاج بالعكس ده عبد الضمير اه ده لو مش عبد الضمير هقول له هاتف طيب ده بيحصل ده بيحصل ما هو ده برضو زي ما حالك بتقول بتبقى حالة بتعم على ناس كتير جدا بيحصل بقى ان ربنا يعيده بحد يقول له طه انت لك عملية يعمل العملية اصلا هو ده غير راضي على نفسه ولا على مرضه يطلع بعد العملية اللي اهم عملتلوش حاجة اوه حد يعمل عمليات ده انا عملت العملية وما نجحتش وفشلت او عملت العملية وما تحسنتش ما هو القضية في الاول ايه الماتيريا اللي احنا بدأنا بيها ايه الخامة اللي احنا اشتغلنا عليها هل العصب كان كويس الحبل الشايكو كويس ممكن يلحقه ممكن راجع الدورة الدمية بتاعته الكلام ده كله لو متاح هتطلع نتاج هيلة جدا ان شاء الله رب العلمية انا وعدت الناس بوجبة علمية رائعة بس انت قدمتنا اروع من التي او الذي كنا نتوقعه وكالعادة بنستمتع جدا باسلوبك العلم الرائع جدا في الشرح من اخلقك والانتقال من منطقة التشخيص الى منطقة الاعراض الى منطقة العلاجات واحتمالاتها بطريقة فيها من الرشاقة العلمية ما هو محوود عنك وفيها من المصرحة في جزء الاخير بالذات ما هو معروف عن هذا البرانش عموما فلازم نكون صرحة مع الناس في انه لازم يهتموا بصحتهم ونحن نتحدث عن الجراحة الاكثر دقة الجراحات الاكثر احتياجا عند الناس جراحات المخ والعصاب والعمود الفقري نحن نتحدث عن الجراحات المفاهاش لمليمترات ومفاهاش رفاهية لا الاختيار للتوقيت ولا اختيار زي ما بيقولوا الطايم بقى بعد اجسل الولاد الكلام ده ممكن يتعامل في حاجات تانية كتير قوي لكن في المخ والعصاب والعمود الفقري والغضريف ومشاكلها ناو مين ناو الان يعني الان الكلمة دي لها معنى سيء جدا في قلبي وفي قلبي ناس كتير هنا لكن في الطب لا دي حقيقية ناو بتاعني الان الان فعلا نورتنا فانت ضيف العزيزة القيمة العلماء الكبيرة الاسسد دكتور محمد صديقه ودي كان مبدعا كالعادة في الدكتور خليكم مع الدكتور